بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذا اللغاء الجديد من على مزئوليتي لغاية تجدد اليوم وعدد من الموضوعات والقضايا مرحبا بكم نشاهد في هذه الحلقة مجلس الشركاء ومخاوف رئيس الوزراء عبدالله حمدوق بجانب وجود أخوين في المجلس مما أسار كثير من اللقط والحديث الذي داره منذ أمس حتى اليوم بجانب الحوار مني أركو مناوي مع الصحفي عمار محمد آدم في منتدى كوباية الشاي بجريدة التيار بجانب تطورات كورونا مرحبا بكم أولى موضوعاتنا لهذا اليوم هو موضوع مجلس الشركاء مجلس الشركاء الحكم الانتقالي المجلس الذي يكون بناء على اتفاقية جوبا والذي نص على أن يكون هناك شراكة بين المكونات الحاكمة المكونات العسكري والمدني ومكونات العملية السياسية التي تضم مجموعة من الحركات المسلحة الجبهة السورية في تفاصيل كثيرة في هذا الأمر المستجد الأول في هذا أنه الرئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالأمس أبدأ عدم رضا على مجلس الشركاء وقدم كثير من الملاحظات التي تحمل رفضة مبطنة للمجلس والناس تكلمت عن هذا الأمر باعتبار أنه ربما يعني يرقب الرئيس الوزراء في أنه يتنصل عن الالتزام الأول أو الاتفاق بوجود من الشركاء الحكم الملاحظات الظهرة للعيان أنه في التراتبية الموضوع لأعضاء المجلس الشركاء الرئيس الوزراء لم يكن في القائمة الأول ولا الثاني وإنما بعد عدد من الأسماء بالتالي هذه ربما تكون واحدة من الملاحظة التي دفع بها الرئيس الوزراء أو الحاضن السياسي التي يمثلها الرئيس الوزراء الرئيس الوزراء عبدالله حمدوك تحدث عن كثير من الملاحظات في المجلس ووضعها كاشتراطات للموافقة والقبول بالمواصلة لمجلس الشركاء الحكم الانتقالي أول هذه الملاحظات أنه طلب أنها تكون مجلس تشاوري بين أطراف الحكم يعني ما يكون عندها المجلس الشركاء الحكم الانتقالي ما يكون عنده صلاحيات تتقول على جهاز التنفيذي والتشريعي بأنها تكون هي مجموعة من الأشخاص الممثلين للأجسام هذه لكن تكون من ضمن الأشياء الأساسية التي تقوم بها أنها حل الخلافات التي ستنشأ في الفترة اللاحقة بين الشركاء العملية السياسية وإنه ما تتقول على أصلاحيات جهاز التنفيذ والتشريعي لأنه هو الواضح جدا أنه بهذه التكوينة وهذا التشكيل هو بحسب مراقبين كتار أنه دهي انقلاب ناعم على مؤسسات الدولة الموجودة على الحاضن السياسية على المجلس التشريعي المرتقب على الدولة باحتوار أنه دهي المجموعة من الناس بيكون عنده من الكلمة العليا فرئيس الوزراء ومن معه ومن خلفه حاولوا أنه يعني يخفف من الاتجاه هذا الملاحظات الكثيرة أنه يقال أنه ما داري سموه عدم تسميته رئيسا مناوبا لمجلس الشركاء حسب اللايحة المطروحة يعني بالتالي ده تحفظ منه باحتبار أنه ما داري يكون هو جزء من التكلفة الممكن تصاحب التكوين الجديد الجانب الرابع في الملاحظات الدفع بها عبدالله حمدوك في أنه الغياب العادل لتمثيل المرأة في تركيب المجلس يعني ضمن الحاجات الطرحة الدكتور عبدالله حمدوك في أنه تمثيل المرأة هو قليل جدا وده جزء من الملاحظات يبقى في لغة كثيرة دار حول تكوين من الشركاء الفترة الانتقالية بحسب منص الاتفاقية جوبا وفي ناس يحتبرون عدد من الشركاء في الحكم يحتبرون أنه التقويل الجديد دي انقلاب ناعم على المؤسسات الفترة الانتقالية المتفقة عليها بالتالي الأحزاب السياسية كلها الموجودة الآن في قوى الحرية والتغيير الموجودة الآن على دفة الحكم هي ترفض لهذا المجلس وبالتالي هو حمدوك يعبر الآن عنهم بطريقة أو بأخرى يعبر عن هذا الرفض وعن هذه المخاوف عشان كده ما وجدنا أنه حمدوك متحمس لفكرة المجلس الانتقالي أو المجلس الشركاء الحكم عدد من الملاحظات حقيقة موجودة في التكوين أو التشكيل الجديد دي ودي بسير مخاوف المجموعة السياسية الموجودة في قوى الحرية التغيير أول هذه الملاحظات أنه وجود الشقيقين في مجلس شركاء الفترة الانتقالية يعني موجود محمد حمدان حمدتي وشقيقه عبد الرحيم حمدتي هم أخوان الأول هو قائد الدعم السريع والثاني هو قائد ثاني الدعم السريع إذا الناس بطبيعة الحالي أنه حمدتي يكون موجودة شي طبيعي لأنه هو جزء من مؤسسات الحكم الانتقالي وهو نائب رئيس المجلس الانتقالي وبالتالي شي طبيعي أنه يكون موجود في أعلى سلطة للحكم في البلاد يعني في الوضع الراهن والوضع الانتقالي الموجود لكن المستقرب جدا أنه يكون شقيقه برضه جزء من المجلس الشركاء الحكم يعني دي ممكن تكون ظاهرة ما مرت بالسودان أصلا في التاريخ القريب أنه يكون شقيقين بيرأس مؤسسة عسكرية نظامية غومية يفترض هم شقيقين بيكونوا موجودين على رأس المؤسسة العسكرية الموجودة دي دي ما بتوجد الظروف طبيعية يعني الناس زمان بيكلم عنه الدعم السريع وبتركيبته كقوة مغاتلة في مناطق ذات خصوصية في قوة ذات خصوصية بالتالي هم يكون شقيقين أو أخوين أو أسرة أو مجموعة من أسرة موجودين في قوة تركيبة بتاعة قوة تابعة لحرص الحدود أو حرص المناطق أو كده ده أمر طبيعي لكن بعد التغيير الذي حدث والناس يتحدث عن دولة القانون والدولة الجديدة والمساواة والعدالة اللي هو بيتكلم عنها أيضا بشكل كبير هما محمد حمدان حميتي وعبد الرحيم حميتي هما دائما بيتكلم عن دولة القانون والدولة الجديدة والسودان الذي يسعى الجميع والعدالة وتحقيق العدالة بالتالي بيبقوا وجودهم هم في مجلس الشركاء الفترة الانتقالية اللي اتنين كأخوين ده أمر غريب ومستقرب يعني الرئيس أو الوزير أو صاحب المنصب الكبير في أي بلد أو في أي مؤسسة بيكون حريص جدا أنه يبعد أخوانه أشقاءه أسرته من دائرة القرار اللي هو موجود فوقه من دائرة الصناع القرار من الأماكن بالسيرة الشبهات بالسيرة المواجهة بالتالي الحديث ده حديث غريب اللي هو الغرار الأخير ده إنه يعني يكون موجود محمد حمدان حميتي ويكون موجود أخوه عبد الرحيم حميتي في نفس الكابنة في نفس أعلى مؤسسة حكم الآن باعتبار التفعيل جديدة موجودين الاثنين ده أمر لا يتماشى مع الحديث عن الدولة القانون والدولة العدالة بالتالي لا يمكن أن يكون شغلين موجودين في مؤسسة كبيرة زيدي وده بيطرح أسئلة في إنه هل في مخاوف لدى حميتي وشقيقه عبد الرحيم هل في مخاوف من إنه تجعلهم يلازم يكونوا في موقع إصدار القرار بالشكل له إذا الناس تجاوزت فكرة دي إنه يكون محمد حمدان حميتي هو قائد الدعم السريع وشقيقه عبد الرحيم قائد ثاني الدعم السريع إذا تجاوز الناس للمسألة دي باعتبار أنه هو أمر قائم من فترة يحتاج لمعالجات مرحلية تأخذ زمن إنه تتعالج في إطار الدمجة الماشية في إنه يكون نحن عندنا قوات مسلحة سودانية واحدة بتدافع عن السودان دا وتجمع كل أبناء السودان إذا الناس تجاوزوا حتى دي لكن أفتكري إنه النقطة التانية دي لا يمكن تجاوزها بسهولة لا يمكن أن تعبر بسهولة فأنا ما عارف الحكمة شنو في إنه الناس تمشي لخطوة زي دي في إنه تختار شقيقين إنه يكونوا موجودين في أكبر أو أعلى من اللي سحكم في السودان في الفترة الحالية دي مسألة أنا أفتكري إنه أي اعتراض عليها أي وقوف عندها ده وقوف مشروع تماما فإنه لا يمكن إنه يكون شقيقين موجودين في مؤسسة زي دي بهذه الطريقة هل في مخاوف بتجعل إنه حمدتي وشقيقه عبد الرحيم لازم يكونوا موجودين في كل مؤسسة في كل غرار في كل موقف سياسي أو عسكري في الفترة دي والفترة جاية طيب المخاوف دي حمد نبددها بدولة الغانون ونحن للمخاوف موجودة الآن نبدد هذه المخاوف بدولة الغانون دولة الغانون التي يتساوى فيها الجميع يعني إحنا ما داري نستبدل تمكين بتمكين جديد نستبدل دولة عميقة بدولة أعمق بشكل جديد نستبدل حكم بتاع منظومة أو منجموعة أو أسرة لحكم بتاع أسرة بشكل جديد أنا أفتكري إنه دي المزال اللي عبرت ومرت النهاية مهما طال الزمن بتكون نهاية سيئة جدا لأنه انت الآن بتجاه في كل الأشياء اللي بترفعها من دولة الغانون من دولة المؤسسات لا يمكن تكون دولة المؤسسات بهذه الطريقة بالتالي الحل اللي بيأمن الناس كلهم الناس كلها عشان تأمن من مقرى الأيام ومن مقرى الحاجات ومن مقرى السياسة ومن مقرى التقلبات اللي احنا بنعيشها يوم رئيس يوم سجين يوم وزير يوم مطارط يوم قائد ويوم هارب دي ده سيناريو حيبقى يتكرر كل يوم وحيتكرر كل فترة وحيبقى ديدا للناس ما لم نعود لدولة الغانون دولة الغانون ديشنو اللي هي بتحاسب أي زول بتحاسب أي شخص بالقانون الدولة اللي بيأمن فيها نفسه أي زول بيكون قاعد هو بيأمن على حياة وحياة أسرته وحياة ناس وحياة ما يوحده ما بحتاج انه أنا شي لي سلاح ما بحتاج انه أنا أعمل لي قوة خاصة ما بحتاج انه أنا أحتمي بقابلتي ولا بأسرتي ولا بأصحابي ولا أحتمي بأي حاجة غير انه في دولة الغانون بيكون موجود فيها إذا نازل جادين فعلا في التغيير وفي بناة دولة الغانون بالتالي أنا بفتكر انه يفترض ان الأمور دي ترجع لنصاب الصحيح والسليم لا يمكن انه السودان بالشكل الحالي ده يسمح له بانه أخوين يكونوا موجودين في مؤسسة كبيرة زي دي بالطريقة دي ما بتبقى دولة الغانون فيه احترارات كثيرة ترفعت في الحاجة دي وفيه ناس كثيرين يتكلمون عن مواضع دي ومن أمس الناس بيتكلموا في القرار ده وأنا بفتكر انه ده كلام مشروع وكلام حقيقي وكلام حيستمر ما هيقف يعني لأن الناس ما ممكن تقبل انه تستبدل تمكين بتمكين جديد تستبدل دولة عميقة بدولة أعمى بالشكل ده فأنا بفتكر انه قرار ده بيضعن في مصداقية الناس بيضعن في مصداقية هؤلاء الأشخاص في التغيير وفيه انضمام للتغيير وفيه مساعئ لدولة القانون اللي بتسع الجميع انا بفتكر انه ده قرار خطأ جدا جدا ويفترض انه يراجع الجانب التاني انه فيه فيه تضعيد سياسي بعد اعلان بل الشركاء الحكم فيه تضعيد سياسي من الحزاب السياسية الموجودة اللي هي كانت الخرجة والموجودة في قوة الحر للتغيير فيه تضعيد سياسي كبير لانه الحزب الشيوعي برغم انه هو علق مشاركتي في الحكومة لكن طوالي بعد صدور غرار تكوين المجلس دعا لتضعيد سياسي والتضعيد السياسي ده معناته هو رفض للأمر القائم هو لا نصلح الحزب الشيوعي رافض الاتفاق الجوبة بشكلها العام بكل رافضة وبدل التضعيد من فترة لكن الان بيدعو لتضعيد بشكل مباشر وبشكل غوي جدا وبيعمل على التضعيد في نفس الاتجاه تجمع المهنيين برضو دعا للتضعيد الحزب الشيوعي في بيانه قال انه دي محاولة من العسكر لسرقة الثورة ومن هنا انه بيدعو لانتفاضة جديدة على الوضع القائم يعني الان الحزب الشيوعي اوضح يعني توجهه بشكل واضح انه الان بيدعو الانتفاضة هو الان بسوق الشارع للحراك وانه ده الخط السياسي الان للحزب الشيوعي طبعا تجمع المهنيين مسلطرة عليها الحزب الشيوعي يعني انتذا تشوف المواقف طوالي يشوف في مواقف اربعة لمن بقول انك لو عايز تعرف الموقف الناس زيل بس شوف واحد ونرجع للتانين تشوف الحزب الشيوعي ترجع طوالي يتجمع المهنيين تمشي طوالي يشوف موقف عبدالواحد تمشي يشوف موقف عبدالعزيز الحلو الاربع مواقف دي بيتمثل بنسبة كبيرة حزب الشيوعي الحزب الشيوعي لما انطلع بيانه وقال فيه انه دي محاولة سرقة السورة من العسكر ما قال الشركاء العملية السلمية اول حركة الجفهة السورية وطبعا في الغالب هم بيحاول دائما انه يتفاد الكلام بشكل مباشر له لكن هو في النهاية بيضرب في التخت بتاعته فلما قال انه دي سرقة من العسكر هو قاصل انه خلاص ده الاتفاق بين العسكر والحركات المسلحة اللي هو مشى لين مشى لانه يعمل انقلاب ناعم يبعد المجموعة السياسية كانت موجودة دي رويدا رويدا من السلطة ويخرج بها في الخارج تماما يبقى ينفرد بالحكم منه الأحزاب التشكيلة العسكرية بجانب الجفهة السورية بجانب آخرين إذا توافقوا مع المجموعة الحكمة على برامجة ده قد لا يستثنى الإسلاميين طبعا لذا في فترة لاحقة يرتضوا انه يلحقوا بالغطار يبقى الأمر يتعقد تماما الآن الآن الأمر في سودان تعقد تماما لانه في حاضنة جديدة في مواقف مختلفة في شركاء جديدين في تفاصيل جديدة الآن نفتكر انه يعني بتمثل النقطة بتاعة التحول كبيرة جدا جدا في حديث الآن خرج قبل غليل لكن ما في تأكيد على يعني على مدى نصداقته في انه في الآن مشاورات لرئيس مجلس السيادة الورهان بغرض انه يصل لحل حل بحل مجلس الشركاء الفترة الانتقالية لأخذ مواقف سياسي جديد ده الآن آخر كلام طلع بالتالي بيبقى التعقيد كبير جدا الصاحب إعلام مجلس الشركاء الحكم وده بيدي يعني انطباع انه فيه فعلا مرحلة جديدة الآن متجاوزة واكبر من مرحلة بدء تنفيذ الاتفاق والتوقيع على اتفاق جواهة في مواقف مختلفة جدا جدا وكبيرة في تضعيد خطير جدا تجمع المهنين الحزب الشيوعي المجموعات المعاه وصعادوا الآخرين في الجفهة السورية رئيس الوزراء عنده مواقف غاضب جدا لأول مرة حمدوكي يتعامل بمواقف تشعر انه فيه غضب الآن هو تعامل مع مجلس الشركاء الفترة انتقالية بهذه الطريقة بالتالي هو خلفه المجموعات المجموعة الحولة يعني من الحزاب يتمثل الحزاب يعني حتى الآن أكثر مستشارين حمدوكي من الحزب الشيوعي وقاعدين يعني على مستوى مجلس الوزراء على مستوى الوزراءات ومستوى صنع الغرار حتى بالتالي التحرك ده هو تحرك هو دافعينه دفع لأنه ياخد موقف من مجلس الشركاء الفترة الانتقالية ده الملخص بتاعينه في المستجدد الآن الحاصل في الساحة السياسية السودانية واللي هو بالقال بأنه يسوق لوضع جديد يتمخط خلال يومين القادمات ده في أنه يحدث موقف جديد يوضح الصورة ما الشيليوين دم بما يخص مجلس الشركاء والمخاوف البدد والتعليقات البدد والملاحظات البدد والمواغف التي صدرت من القوى السياسية والميومات السياسية الحولى فاصل قصير ونعود للفقرة الثانية في فقرات الثانية خصصنا لحلقة أول لغاء كان مع غاية حركة جيش تحرير السودان مني أركم مناوي في لغاء كبير شاي بصحيفة التيار حقيقة ده منتدى صحيفة التيار ده منتدى سابت كله خميس استطيب عدد من السياسيين ودائما بيكون فوقه ما خلفه لأنه بتصدر منه بتخرج من هذا المنتدى مواغف كثيرة بتشغيل الساحة السياسية بل أمس كان فيه الاستضافة لمني أركم مناوي وكالعادة تصدر المشهد الصحفي عمارة محمد آدم في لغاء وحوار بين حمدوق قبل أن يطرح أزئلته في لقاء مع مني أركم الناوي قبل أن يصدر أزئلته المحتادة بالتالي حصل حوار بينهم ومن هذا الحوار تحدث مني أركم الناوي في عدد من الموضوعات رأينا أنه تستحق أن الناس تناغشها نشاهد الفيديو الحوار بين عمار محمد آدم ومن أركم الناوي والأزئلة التي وجهها عمار ثم نعاود لنعلق عليها أنت لنفس العمار أو العمار أخي هو ذاته وينك يا أخي بالمناسبة عمارة أننا قاعدين في الحتة ففي واحد قال لي أنا قريت الإعلان أنك أنت بكرة ماشي لكوباشاي ومشاهد الفيديو أنا حارس كويس الآن بفرصة لأنه جانا في اليوم الصدر فيه الغرار بتشكيله وبتكوين شركاء الفترة الانتقالية والحمد لله شكرا لكم خلصونا من الجماعة انقحة دينا لسه معنا كتار والله لا لا والله لسه العملية الحمد لله رب العالمين الموضوع ده تمه وبذكاء شديد وبحصافة انه يتخلصنا من هذا الوجود الكمشاز والسرق السورة ودباع دم الشهداء الاسم والحرية والتغيير شكرا لكم والف شكرا على هذا العمل الجليل النقطة المهمة في هذا الاتفاق في نقطة بتقوله انه من حق اي جهة انها تغير الموثل بتاعه يعني المجلس العسكري المكون العسكري ممكن يغير البرهان بعمل المجيس ممكن يغير ياسر العطبي ما حددته يعني نقطة ما فيها اي كلام او حظر لرموز النظام السابق خطيتها مفتوحة من حق اي مكون انه يغير بالاضافة الى نقطة اخرى خطيرة جدا انه من حقكم انكم تضيفوا ومنشيتهم وما في اي اشارة للنظام القديم او زهاب الغشيء النظام القديم انا اقول رجال اخ المناوي وانت قائد عسكري انا اشم رايعة الاقتلاب العسكري من جهات لا يعجبها هذا الاتفاق وماذا اعددتم لذلك؟ اصداد عمار اصداد عمار دوان انا زي ما قلت لكم انبارح انا سمت اسمه بكون في يوم من الايام قابس لواحد كده هنا بتاعه كلام فيها واحد قال لنا يا الله يا اخي الله يشترك انا كنت اكويس بشكل انا كنت جاي لابس حجاب طيب فالسؤال عمار السؤال بداته مهم جدا النقطة بتاع قرار انه الممثلين داير كل واحد او كل تنظيم او اي جهة الدايرة تعييد النظر في الممثل بتاعها بتقوم لها الحق الكلام دا جاء نتيجة لخلافات بتاع مكونات الموجودة لان مكونات داير تحالفات التحالفات داير كل واحد في داخل التحالف واحد عنده موقف مختلف وانا متأكد حسي القرار بتاع الليلة دا بقنا تلقى بكون فيه جوطة في الشارع هكون فيه جوطة في الجرائب في الاعلام هكون فيه جوطة شديدة جدا سياسيا هيتبدأ بموجب هذا القرار ليه؟ لانه فيه تنظيمات كثيرة جدا ما كان راضيين لهذا الشكل من القرار بما في ذلك موقعي على الاتفاقية برضو عندهم مواقف الناس الوقعوا على الاتفاقية برضو عندهم مواقف لانه المادة الثمانين بيقولك المجلسي هيتكون من فلان وعلان ومواقعي على الاتفاق لكن تم التجاوز بعد المواقعي على الاتفاق وبالتالي هم من ناحية قانونية طبعا عندهم الحق في انهم يكونوا عاداء لكن الناس شابوا انه فيه تراكل في المجلس وبعدين العدد بتاع الشباب الحرية والتغيير ديل او ما صموا نفسهم بحرية والتغيير الجمال صموا نفسهم بحرية والتغيير ديل عدد الكبير جدا انا من ضمن الناس اللي بقولوا عدد ده ما عندكم حق لكن دايما طبعا ما بنجيف شازيل الى الابد عشان كده سكتنا لكن عدد 13 كتير جدا بالنسبة اليوم كتير جدا اذا شفتت مقونات بتاعينه سهيك فيه احزاب كبيرة جدا زي هزب الامة زي معتمر السوداني وزي الاخرين من الاحزاب لكن فيه امبريلات برضو فاضية فيه في بعض المظلات فاضية انا متأكد هذه المظلات ما كانت تستهيق لهذا العدد او لهذا الرغم اللي جاء لكن على كل حال الكلام دي جاء يا صيص عمار نتيجة لخلافات الداخلية وقالوا اذا انتو جبتوا فلان من الحزب الكده ادونا فرصة بانو نقيلوا مثلا في فترة زمنية كذا وبالتالي انا احنا زاتنا دارين نعمل كده اما الاسكرين ما كان شاي خلاف بينهم كبير وبينهم يعني كبير وبينتا اكيد طبعا تماسكهم اكبر من اي الناس اخرين بحكمي هي مؤسسة واحدة لكن نيتهم شنو ده احنا عايدرنو الله نيتهم شنو ده احنا عايدرنو الله لكن ان احنا الناس الموقعين ديل لا احنا ما عندنا اي رغبة لانقلاب يجب انه موضوع بتادي الانقلابات ده يخلنا انتعت في ابريل الماضي ده مفروض انتعت الى الانقلاب ده الحوار الدار بين مني اركو مناوي وعمار محمد هذا هو بده طبعا في انه بيتعرب على عمار ربما للمرة الاولى او بعد غياب لانه مني مناوي يمكن له اكتر من عشر سنوات من السودان بالتالي هو لسه بيستجمع في حاجاته فهو بيتعرب على عمار وانه بيستغله وانه هو اصلا جاهب يعني ومستعد ومتهيب بانه عمار حيقابله وكذا لانه عمار بيقى معروف في منتدق باشاي دائما بيواجه المسؤولين وبهاجهون لكن بهاجه من اصغل الحرية التغيير اكتر حاجة بشراسة يعني لموقف السياسي منهم فالحوار الدار بينهم كان في الاول هو كان يعني ساقل الحاجات للردود الرد بيها مني اركم الناعي فعمار كان واضح انه هو في وضع يعني مرتاح اكتر ويقول له يا اخي نحن ما اصغيم منك ويتخلصون من قحت خلصون من قحت دي معناته خلاس ما هو اصلا اواضحة يعني مدار الى زكاء انه الاتفاقية الجوبة والمجلس الشركاء الفترة الانتقالية والوضع الجديد وكله هو انغلاب ناعم على منه والحرية التغيير حتى عمار اشتغلت الشغل ده بحصافة وبزكاة وبمقدرات عالية وبهدوء حد ما وصلت لانه تزيح نازل من على السلطة ويبدو انه عمار هنا يعني سعيد جدا لذلك لم يهاجم من ناوك عادته في مهاجمة الاخرين فده ممكن من رده لانه بينظر انه نازل يعني زاح الكابوس كما سماه هو من على صدر الشعب السودان لانه نازل سرق السورة زي ما قال في التعليق الاطريف من منهر كما ناوي هو بقول له وهو بيكتب في كلامه وقول له لما بيقول له يا اخي ريحتون نازل قام قال لي لا لسه في كتار فليسه في كتار دي كلمة طبعا تحتمل التاويل فانه لسه في كتار يعني هو قاصد انه يأكد على انه لا لا انه احنا ما عملنا العملية دون الشركاء انه لسه قاعدين كتار ولا برضو ممكن يكون قاصد انه يا اخي لا لا لسه في كتار انه لسه دعين نشوته لكن في النهاية في اجابته الاخيرة بتثبت انه هو كان قاصد فبقول له لا لسه كتار وبيمشي لتجاه انه بقول له اشنو يعني بقول له وجود 13 شخص في مجلس الشركاء كتير جدا يعني حتى ما الناوي قال انه لو نحنا جايين نتكلم عن فكرة انه المزلة دي في مجلس الشركاء الفترة انتغالية بالتساوي بحسب الاوزان بيقول له انه يا اخي والله والحرية التغيير ما تستحق انه يكون في 13 شخص بمسلية لانه هي ما تملك الوجود ده حتى بقول له ده وجود يعني وجود شكلي ما عندهم ما عندهم على ارض الواقع ما عندهم ما عندهم شي بيخلوني يستحقوا الحاجة دي كلها فبقول له انه والله بس من باب انه ما دار انكم معاكسين وما دام الناوي بقول كده وما دار انكم مشاترين فرضينا قبلنا لكن الوضع ده ما وضع عادل وما وضع طبيعي وما وضع صحيح في انه النازل يستأثروا بالعدد الكبير من المقاعد دي 13 شخصي في المجلس بالتالي معناها انت بتتكلم عن انه النازل ما بيستحقوا النسبة الاولى المتفق عليها 67% في مجلس التشريعي ولا حتى في مجلس الوزراء ده بيعني اول ما يعني انه في عدم رضا من مجموعات الحركات المسلحة بالنصيب اول قسمة انه ياخداها قوة الحرية والتغيير وهما بيحاولوا انه حتى الان مرض يعني ضل وضح النقطة الاخيرة اللي بتكلمه فوقها في انه يا اخي الانقلاب العسكري انه هل في انقلاب عسكري حيكون في انقلاب عسكري ولا ما حيكون في انقلاب عسكري فمناوي يقول له ان احنا بالنسبة لي انقلاب ده انتهى في ابريل 11 ابريل يعني هو اراد انه يرسل رسالة في انه ما حدث في 11 ابريل انقلاب عسكري داخلي اللي هو لما قامت المجموعة الامنية او اللجنة الامنية للرئيس البشير بل انقلاب عليه ده كلام مناوي في انه الانقلاب ده اخر انقلاب انه يحصل في السودان اللي هو حدث في ابريل بالانقلاب على الرئيس البشير من اللجنة الامنية الموجودة فبالتالي ما في انقلاب تاني ده بحسب كلامه انه ما في انقلاب تاني حيحصل من طرفنا لكن برضو بقول له انه بس ما بقدر اقول لك انه العسكري يفكروا فيشنو انه ده ما مشكلتين انا اقول لك هم ما بفكروا فيشنو فمن هنا يعني مناوي بيزبت انه هما ما عندهم رقبة في انقلاب وانه انقلاب ده ما بيبقى لكن ما قادر يرد باسم الشركاء العسكر وبيستبعت الفكرة بتاعت الانقلاب رغم انه عمار دفع بسؤال في انه انه هو بيرى او بيتوقع انقلاب من المجموعة الرافضة للوضع القائم الرافضة للوضع القائم اكيد ما العسكر اللي هما متوافقين جدا مع شركاهم ديل واكيد ما الاسلاميين اللي هما من فترة بعيدة هما بعيدين وهما الان ما مطروحين كخيار انقلاب عسكري موجود فهو معناته بيطرح الاشيوعيين او الاخرين في انه هما ممكن يفكروا في تنفيذ انقلاب عسكري في المرحلة الجاية عشان يقدروا ينفزوا بي حاجاتهم الشيوعيين وحلفائهم الموجودين الان فيبدو انه ده ده توجه بتاع عمار في حديثه اللي ربما يكون فهمه من ناوي بالطريقة الصحيحة او ربما لم يفهموا يعني اختصروا علي انه الانقلاب ده معاني بيو العسكريين فانا مفتكري انه العسكري هما حققوا اغلب حاجاتهم الان فبالتالي هما ما محتاجين انه يعني يسوقوا الوضع لواقع يفرد بالسلاح مرة اخرى ده ربما اصلا لا ينجح وبيستعدي مجموعة كبيرة هما الان تعبوا جدا عشان يتوافعوا معاني اللي هي الجفهة السورية وجابوها للبلد وهما بيشتكروا الان انه حقق وانتصار كبير بالتالي ما ممكن يقدم على خطوة ذي لانه ما من مصلحتهم فيبدو انه عمار بشكل قاطع هو بيقصد الحزب الشبيعي والاخرين انه في انه حيزعوا للانقلاب لانهما الان بيفقدوا مساحاتهم اللي جاءت عبر السورة واللي جاءت عبر النضال الجماهيري الحقق للتغيير وبالتالي هما لما انجوه جلسوا على الحكم لفترة بتاع السنة ونوص ما يقدروا يحققوا اي حاجة والان هما بيدفعوا في التمن وربما يعني يسهبوا لخيارات انتحارية زي الانقلاب فدو الله بيورينا يا ريت ان احنا نتعز من الدروس دي وناخد الدروس يعني المجموعة دي لما جاءت للحكم وجاءت بعد فترة فترة بتاعت حكم ثلاثين سنة فترة عسكرية مدنية جاءت ايضا عبر انغلاب فترة فيها ما فيها وعليها ما عليها فيها سلبيات وفيها ايجابيات مؤكد فترة اقلب الموجودين الان هم شاركوا فوقه فترة انغاز يعني يعني الحزب الشيوعي شارك مناوي اللي بتكلم اميز دكام مساعد رئيس الجمهورية مساعد رئيس الجمهورية يعني رجل كان موجود في القصر في كابنة الحكم كميز؟ اقلب مالك عقار ياسر عرمان كل المجموعات دي كانت موجودة في الحكم شاركت الحقبة الانغازية بالتالي يبدو ان الناس ما بتتطعز من الدروس يعني مجموعة السياسية دي لمن جاهل الحكم على طبق من زهب وجاهب المجان اللي هي الحزب الشيوعي والبعثي والناصري والمجموعات كانت معاوني حزب الامة وغيره كان ممكن يكونوا حريصين جدا في انه يعمل توافق سياسي يسوق البلد من المرحلة بتاعت التوهان الحاصلة دي لمرحلة جديدة يتوافق فيها الناس ده بس فقط لو اعملوا الدولة بتاعت القانون لو فعلوا دولة القانون والعدالة لكن هم طوال اول ما جوا ما صدقوا ويفتكروا انه القضاء على الانقاس وعلى الحقبة دي لثلاثين سنة وبهذا الشكل التعب والكبير وبهذا القضب الجماهيري وبالاكاذيب البدت يعني تلوح في الاسافير وفي غيره والتعبية العامة ضد الحقبة دي والتجربة دي بشكل سافر جدا يشتكروا انه ده التاريخ ما حياخد دورته وانه الامر ستمشي في اتجاههم كده وانه حيعوسوا عواستهم زي ما هم عايزين وما فاي حاجة ستحصل اخطأ خطأ كبير اول حاجة عملوها باتجاههم في التشفي والانتقام والحقد والانتقام من الخصوم التقليدين الموجودين لهم اللي هم الاسلاميين اول حاجة دي عمتهم عن انه يقدروا يديروا دولة حقيقية يعني الناس دي يعني فشلوا فشل زريح في كل شي فشلوا في ان يحافظوا على كتلتهم السياسية ككتلة سياسية موجودة كويس انها يكون في ما يجمعها فشلوا هو الحرية التغيير خلاص انتهت ذهبت دراج الرياح لم تعد فيها اي قوة متحالفة ولا عندها برنامج ولا عندها موقف ولا عندهم ما يجمعهم ضيعوا البلد لانه ساقوا البلد لازمة اقتصادية لم تحدث في التاريخ الناس تشوف الندرة القلاء نعدام الأشياء الأساسية الوضع المعيشي والاقتصاد الكارثي الحياة متوقفة الدراسة متوقفة ساقوا البلد لمرحلة كارثية لم يستطيعوا انه يحافظوا على وحدتهم او ما يجمعوا سلموا البلد بيدهم للاخرين زي ما الانغاز كويس اخطأت وارتكبت اخطأ كبيرة واضاعة الفرص لكن دي اضاعتها في ثلاثين سنة جاءت سلمت الحكم قصبا عنها وبأخطاء لخصومة نازقوا الحرورية التقييرية نفذوا السيناريو بتاع الانغاز لكن بصورة سريعة جدا ديل ثلاثين سنة ودل نفذوا في سنة ونصف الان سلموا الحكم لاخرين قصبا عنهم وبسلموا رقبتهم لاخرين قصبا عنهم وعندهم خيارات ياما يعني يعالجوا اخطاءهم دي ويطعزوا من الدروس القدامهم ويقدروا يتماشوا في المرحلة القادمة لان المرحلة القادمة دي بكون نتاجة بس فقط ان يحافظوا على وجودهم او يسهبوا لخيارات انتحارية دي لما الملك يضيع منك دي لو ما بقيض عاقل ممكن تصرف تصرف انتحاري يعني يجوك الشعور بتاع انك انت اخذوا ملكك اخذوا حكمك اخذوا حقك بالتال انت بتصدر بافعال يعني جنونية ده الواردة الان ممكن يحصل من موعد غول حرية التغيير بعد انه النازل ساقوهم سواقا 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 يعني دي شركاهم الناس اللي اجابها سواقا كان شركاهم في المسابة على الحرية وتغيير العساكر دي لما استلموا السلطة من البشير بيقوا الشركاء بتاع انهم النازل اللفوا لفتهم دي كلها خسروا الناس كلهم خسروا المجموعات كلها الجماعة دي كان لديهم فرصة كبيرة جدا انه يحافظوا على المناخ السياسي الطبيعي المناخ السياسي اللي بيتقبل الاخرين كويس؟ يسوقوا الغول السياسي المختلفة معهم دي اللي هم وافقوا على ان يكون في انهم هاتي شركوا الناس اللي في فترة الانتقالية هموا يجوزوا منها هم بدوا يسوقوا في فترة الانتقالية ثلاثة سنوات ونص قالوا يبعادن اناس شاركوا في السلطة وهم كلهم شاركوا في السلطة بعد داك أجملوها وقالوا الذي يتم شاركوا حتى صغوط النظام ما ينطفضوا يعني قبلها لأنه يخلوها الأولى إنه ناس شاركوا اللنغاز كلهم شاركوا اللنغاز لا مني مناوي بيجي لا عدار بيجي لا ياسر عرمان بيجي لا الشيوع بيجي ما فيزوا بيجي حتى حزب الأمة ذاته ما بيجي لأن حزب الأمة ذات لو ما شارك بشكل رسمي هو كان في توافق كامل مع النظام في فترات كثيرة جدا جدا كان فيه تواصل بشكل مستمر كان ودى الإمام هو مساعد الرئيس البشير فبيبقى إنه نازل ما خلوه صليح لهم ما خلوه صليح كان ممكن يسوقوا الحياة السياسية دي لوضع طبيعي ما تستعدى يخلوها السياسية دي كلها ما تجي تحاول تنتقم وتحاول تصفي وتحاول تجي تمارس التشفي كيس والانتقام وتجي تعمل يعني تقدم لك تجربة بتاع السموز بهذا القبح وفي النهاية أنت الآن الليلة بتفتش في نفسك يعني أنت المجموعات السياسية حقا الإسلاميين والآخرين اللي أنت كرست كل جهدك في السنة الموزنة إنك إنت تقصي وإنت بعيد وتجرم كويس وتخدتم في الحتة دي أنت الآن مخطوط معهم أنت الآن مخطوط معهم وربما وضعك يكون أسوأ منا دا بيرجع لشنو؟ دا بيرجع لأنه يا أخواننا الناس ما بتتطعز ما بتتطعز من التجارب السياسية الناس لو بتأخذ التاريخ وبتقرأ ما كان بيحصل لها تقرأ التجارب الأخرى وتحاول تتماشى معها لكن لما تخطأ أخطاء كبيرة زي دي بتبقى النتيجة اللي يوصل لها الآن هو الحرية والتغيير والله الوضع الفوق هو الحرية والتغيير الآن دا والله لا يستحق إلا يعني والله التعاطف عديد لأنه فعلا النازل دخلوا في حتة صعبة جدا جدا يعني لا شمات اللهم لا شمات لكن النازل يعني جاتهم فرصة كبيرة كان ممكن يعبروا البلد يعبروا بنفسهم والآن هما بيبقى خياراتهم بسيطة جدا إما مواجهة مكلفة أو صمت مزل تصمت على الحياة الماشية الليلة في متحكم الجدد في الساحة يملكوا السلطة يملكوا القوة حيملكوا الإجماعة من الشارع لأنه أنتوا للأسف ما فقدتوا الشركاءكم بس ولا خصونكم أنتوا فقدتوا الشارع السودان الشارع السوداني جوحته دا الشارع السوداني جوحته كويس وتعبته وأرحقته كويس وما راح أمتده أنتوا فقدتوا أول حاجة أنا ما أعرف الساقكم للحطة دي جنوب هل ساقطكم الأقدار ولا الأخطاء ولا سوء التدبير ولا ده مخطط عليكم ما شافيكم وصلكم للحطة دي والله ما أعرفكم دا لا يصير عدو لا يصير صليح لأنه تفعلي أن دخلتوا الحياة السياسية في السودان الآن في محطة خطيرة جدا حتى خصومكم ما مفرض يفرحوا للوضع اللي أنتوا فوقوا دا لأنه الوضع دا شوه الحياة السياسية وشوه الممارسة السياسية وشوه العملية السياسية كويس وضرب الأحزاب في مقتل الأحزاب السياسية دي هي المعونة الوحيد يفترض أن يجمع السودانين ويجمع المواطنين والذي يفترض أن يمارس الحكم عبر الشورى وعبر المؤسسات وعبر الدموقراطية أو حتى عبر التوافق أنتوا الآن شوهتوا العملية السياسية بممارستكم دي اللي هي جاتبعة السورة أصبحتوا خارج اللعبة كويس وحتى تقاتلوا عشان تجوا للعبة ما حتسكتوا الله أعلم أنه يكون تسكتوا هتقاتلوا عشان تجوا للعبة حيدفع التمن الشعب السودان وحيدفع التمن السودان وحيدفع التمن استغرار السودان لأنه في آخرين برضو هم عندهم أدواتهم عشان يبقوا في السلطة يقعدوا برضو الموجودين في السلطة الآن دي برضو غد لا يتعزوا من الدرس وحيستبدوا الآن بالسلطة عسكر والمجموعات الجبهة السورية وغير الحركات المسلحة برضو حيكروا نفس التجربة لأنه تجاره دي أصلا بيقت مستمرة للشعب السوداني إنه بيدفع تمن لحماقات العسكر ولأخطاء الحزاب السياسية ولكل الناس اللي بيحكموه يعني الشعب السودان بيقى بيدفع في الأتمان للتجرب ده وللممارسات اللي بيمارسة عليه والعسكر والسياسي والحركات المسلحة أول متمردين بس بيدفع الشعب السوداني التمن للنازل الغوة السياسية بدون استثناء المؤسسة العسكرية الموجودة دي ما يظل الطوال يدعم الإنقلابات لأن المدنيين والسياسيين بيفشلوا والغوة السياسية التقليدية الموجودة دي ده الصراع المستمر من الاستغلال من الاستغلال لليوم السودان هو بيدفع التمن في الدائرة في الحلقة دي في الدائرة اللي هي ما ما عايزة تقيف دي وكل مرة الأمور بتزسه يعني الوضع الآن في قمة الهشاشة في قمة الهشاشة أصلا ما في زل ممكن يزعد لأن الحزاب السياسية دي يصل بقى الهوان للمرحلة دي ويبقى ما عندها قرار ولا عندها موقف نحن كنا دائرين معارضة قوية معارضة قوية إسلاميين يسار أحزاب وسط أحزاب شبابية أحزاب جديدة أحزاب برامج كنا دارين حياة سياسية تكون حياة سياسية حقيقية يتنافس فيها تتنافس فيها القوى السياسية العساكر محل لهم الحراسة البلد سكناتهم دي القيادة العامة الفرق اللواءات الحدود دي شو غلوم حركات مسلحة بيحمل السلاح بيقدر نظر تبرر تليهم والرطين ينخرط في عملية سلمية يرجع سلاحه دا للعسكر ويفغى الترتيبات الأمنية ويفغى الدمج ويعود سياسي لأنه قانون بتاع حزاب أي حركة مسلحة حمل السلاح عادت لرشدة جات للسلام تشيل سلاح هذا تدي للعسكر ويفغى الترتيبات الأمنية والإجراءات المعروفة وتعود حزب سياسي إمار السياسة لكن بأخطاء الأحزاب السياسية الآن دا الواقع السياسي اللي منعيشه فاصل غصير ثم ننتقل للفقرة التالت والأخيرة في آخر فقراتنا في هذه الحلقة ونحن دائما كنا بنزعي أنه وباء كورونا أو فيلس كورونا دائما يكون موجود معنا إرشادا ونصحا وتقديما للنصايح ودل أنه نحن معارفين خطورة هذا الوباء بالتالي محتاجين أنه نقدم فيه كل ما يمكن أن نقدم عشان الناس قراءة تتفادى اللي هو بعد من الانتشار خاص لأنه بدأ ينتشر في السودان للأسف بلغنا اليوم صباح اليوم وفات حرص الرئيس السابق ومدير مكتبه اللواء ياسر بشير متأثرا بكورونا وللراحي المواغف كبيرة وجميلة ونبيلة كان أكثرها يعني رواجا هو موقفه في احتفال دولة جنوب السودان بالانفصال أو الاستقلال كما يسمونه في اللحظة التي كان فيها باقانا موم يعني يزعى ويجتهد لأنه يرمي بالعلم السوداني بعد إنزاله من السارية كان اللواء وقتها ياسر بشير هو حرص رئيس الجمهورية عمر البشير وتحرك بسرعة كبير جدا على سينه يلتقط العلم من السقوط العلم السوداني وقبل العلم وبكى دي كانت لحظة فارقة واللحظة كانت قدرها الشعب السوداني واللحظة كان لها يعني مدلولات ولها قيمة في وقتها توفى اليوم اللواء ياسر بشير ونعته القيادة العامة والقائدة العام للقوات المسلحة وأجهزة الدولة باحتبار رجل من رجالات القوات المسلحة تقبلها قبولا حسن وأسكنوا فسيح جناته في التياهة برضو نحن عندنا اليوم مساحة طارحنا للدكتور عبدالوهاب السيسي استشاري طيب جراحة العيون صاحب مبادرة السيسي المبادرة التي انطلقت في الجائحة الأولى في الموجة الأولى صاحب مبادرة السيسي لمجابهة كورونا الموجة الأولى والموجة الثانية الدكتور عبدالوهاب السيسي حقيقة عنده مواقف كبيرة ونبيلة وكثيرة يعني تجاه الشعب السوداني خلال تخصصه في العمل الطبي والعمل الإنساني وكان عنده كثير من المبادرات آخرة مبادرة تفصلني معاك التي كانت تستهدف طلاب الشهادة السودانية وساعد كثير جدا مع إخوة له في إنجاح هذه المبادرة التي وفرت وسهلت كثير على المنتحنين في الشهادة السودانية الماضية وهذا الرجل ظل مبادرا بشكل كبير عندنا ليو قدم لينا من خلال عمله في إطار هذا المجال قدم لينا نصيحة للشعب السوداني لكورونا سجل لنا بشكل خاص للبرنامج نستمع لها إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا دكتور عبداللهاب السيسي استشارة طبوة جراحة العيون صاحب مبادرة السيسي لمجابهة كورونا الموجة الأولى والموجة الثانية في الحقيقة الموجة الأولى الحمد لله رب العالمين مبادرة السيسي عالجت أو قدمت التوعية لآلاف من المرضى السودانيين وعلاج آلاف عبر الرشدات وكنا نعمل ليلا ونهارا للإستخبار رسائل كل المرضى على التواصل الاجتماعي كل السوشال ميديا من فيس لتويتر لواطس عبر كل السوشال ميديا والحمد لله رب العالمين الموجة الأولى قلت ثم قلت تدريجيا بعد ما وصلت زروتها قلت تدريجيا وبدت تختفي أو تغل بالتدريج لذلك أود أن أرسل رسالة أول رسالة أرسلها إلى الشعب السودان أو البطل شعب السودان شعب السودان الكريم الرسالة ما هي الموجة الثانية لأن هذه التعرفة يجب عليهم معرفة ما هي الموجة الثانية الموجة الثانية هي تيمنا بالإنفلونزة التي ظهرت في إسبانيا بالموجة الأولى ثم أتت بالموجة الثانية تيمنا بهذه الموجة أن الموجة الأولى الفريد أن الموجة الأولى بدت ثم بدت تزداد في عدد الوفيات وعدد الإصابات ثم وصلت زروتها ثم بدت تقل تدريجيا حتى تلاشت أو بدت تقل وأخذت فطرة طويلة من الزمن شهر شهرين ثم ظهرت هذه الموجة الموجة الثانية الموجة الثانية أتت بشراسة قوية أتت بعنف وسط الشباب وأدت إلى وفيات وأدت لي إلى عدد إصابات إذلك هناك فرق كبير بين الموجة الأولى والثانية وهذا يجب علينا كلنا أن نعترب بالموجة الثانية وأن لا نتهاون وأن لا نستهتر بالموجة الثانية لأن هناك البعض يقول أنه لا توجد فيروس نحن بنسمعه يقول لك ما في موجة ثانية فنؤكد نحن كطباء نؤكد أنه يوجد موجة ثانية بدليل أنه أدت إلى وفيات عدد كبير من الطباء الزملاء وربنا يجعل قبرهم روضا من رياض الجنة ويجعلهم في مرتبة الشهدايا رب العالمين أما أن نحن كمبادرة أن نرسل رسائل في بريد الحكومة الرسالة الأولى لمجلس السيادة والمجلس الوزراء ومجلس ووزارة الصحة يجب عليهم التعاضط والتكاتف لدحر هذا المرض اللعين بتوفير وتجهيز المستشفيات كاملة وحماية للطباء داخل المستشفيات حتى يجد المريض العناية الكاملة لحماية من هذا الفيروس اللعين الفتاك ثم تجهيز عدد كبير من المعامل على ولاية الخرطو وكل الولايات ثم الاستعداد الكامل لتوفير الاحتياط الكامل من الأدوية أن تكون الأدوية متوفرة لأننا عانينا معاناة في الموجة الأولى من عدم توفر الأدوية ونعدامها ثم تجهيز المعينات من الكمامات والمعقمات أما الرسالة التالة ترسلها إلى الأطباء علينا كلنا كما تقدمنا في الصفوف الأولى في الموجة الأولى إن شاء الله أن نتقدم في الصفوف الأولى في الموجة الثانية وأن نفدي بأرواحنا لهذا الشعب العظيم شعب السودان وأن نتقدم وأن لا نتخازل وأن لا نتراجع أن نفتح أبوابنا عبر السوشال ميديا بأرقامنا أن نمدهم بأرقامنا لكل الاستشارات للشعب السودان لكل من يريد استشارة أن يجدنا في أي وقت وفي أي ساعة إن شاء الله ثم الرسالة الثالث الرابعة أرسلها إلى رجال الأعمال كما تقدموا بتوفير المعينات من المعقمات إلى الكمامات أن يتقدموا رجال الأعمال بمدهم بالمعقمات والكمامات والرسالة الأخيرة إلى الشعب السوداني أن لا نتهاون وأن لا نستهتر وأن نرتدي الكمامات وأن نلتزم بالإجراءات الاحترازية ثم الذين عنونا من الأمراض المزنى عليهم الالتزام بالجلوس في البيت خاصة الذين عنونا من أمراض السكر الفترات طويلة من الزمن والضغط وأمراض الرئتين وأمراض الرئتين وأمراض القلب وأمراض الشراهين والذين يأخذون علاجات لفترات طويلة من الزمن كل هؤلاء الفئة يجب عليهم الجلوس في البيت لأنهم يعانون أو لنقص المناعة لديهم وعلى جميع الشعب السوداني أن يدخل وأن يبادر بتوعية كل علينا أن نبادر بتوعية من لا يعرف ما هي الموجة الثانية وأن نبس روح التعاضف في التوعية الصحية وأن لا نبخل على بعضنا البعض من جيراننا لأهلنا ونحن كمبادرين مبادرة السيسي نحن الحمد لله الآن مستعدين كل الاستعداد الكامل لضح لضحر هذا الفيروس اللعين الفتاك الموجة الثانية ونسأل المولى عز وجر بالسموات السبع أن يشفينا شفاء لا يغادر ساقمها ويشفي هذا الشعب من هذا الفيروس اللعين ونشكر كل الذين يتعاونوا معنا في هذه المبادرة ولكم جزيل شكر دكتور عبدالوهاب السيسي صاحب مبادرة السيسي لمجابهة كورونا الموجة الثانية يمكن جزء الله خير الدكتور عبدالوهاب السيسي اللي هو دائما يزعى في أنه يبصر الناس ويبصر السودانين مع آخرين بأضرار كورونا وبالكارثة اللي يمكن لتحلب الناس بالتالي هو قدم نصائح غالية تستحق أنه ناس يأخذوا بها ويستحق أنه وقدم برضو دعوة لزملاءه في المجال الطبي في أنه يعني يتهدوا في أنه يجافوا هذه الكارثة وقدم رؤيته في الوضع الصحي والطبي الموجود باعتبار أنه هذه الجائحة تستحق أن تجد الإمكانيات كافية لمجابهتها ولمحاربتها حتى يعني الناس تواجه الموجة الثانية بشكل كويس يعني يمنع أنه تتمدد وتزداد الوفيات لأن الحالات حقيقة بدأت في الانتشار والموت بدأ يعني يكون بكميات كبيرة نظر الله أنه يسلم الناس ويعافي الناس من هذا الوباء وأن نعبر المرحلة الثانية من موجود كورونا إن شاء الله حتى أنه يجد لا عقار أو بعلاج ناجع الناس يعني تعبر هذه المرحلة بالوعي وبحسن التدبير في أنه ما يكون في خسائر كثيرة في الأرواح ولا إصابات كثيرة لأنه نحن عارفين نظام الصحي عندنا في السودان ولا حتى نرجع للخيارات الإغلاق وإغلاق المؤسسات والولايات وإغلاق الدولة بشكل عام لأنه لنحن تأثير الأول بتاع الإغلاق الأول لاستي ما قدرنا نطلع منه فبالتالي كون ندخل في خيار تاني أو في موضوع آخر لإغلاق آخر ده معنات النهاية الشاملة والكاملة بالتالي نحن محتاجين أن نتعامل مع هذا الوباء بما يستحق بالتباعد الممكن باللبس الكمامة بالتعقيمة الممكن نساعد قدر الإمكان أن الناس لم يكن هناك ضرورة تستحق أن الإنسان يمشي أو لمشاورة عامة لمناسبات عامة لغيره حتى إن شاء الله تنجلي هذه الأزمة مهما كان في النهاية أزمة وسطمور شهر أو شهرين سطمور بإذن الله تعالى كان مرة غيرها من الأزمات لكن الناس تحتاج أن تتعامل معها بما تستحق لأنها محتاجة للحذر وللتدابير من صناع الإنسان الذي يعمله بعدها كان لطف ربنا أكبر من كل شيء حتى جديد الملتقى في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة